ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام بحسب ما يسر الله لك تصور ترجع كيوم ولدتك أمك فمن الجميل بل من النعمة العظيمة من الله تبارك وتعالى أن يتمكن الإنسان من الحج وشيء عظيم جدا أن يحج الإنسان بيت الله تبارك وتعالى والأعظم من ذلك والأفضل منه أن يحج موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يحرص على أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وأن يأتي بأركان الحج وأن يأتي بوجباته وأن يحرص على سننه وأن يبتعد عن مفسداته وعن منغصاته ومنقصاته فيتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا الحج